بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصفة الخامس بداي من معاهد برامج التربية الفكرية في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم يا أبطال سيكون التحكم في كرة القدم أثناء اللعب في الدرس رقم 4 يا أبطال تعليمات التعلم عن بعد يا أبطال أكيد كلكم أبطال رح تلتزمون بالتعليمات حتى تحصل على تعليم جيد خصوصا عند التعليم عن بعد يجب عليك تجهيز كتبك وأدواتك التي تحتاجها قبل بداية الدرس تستمع إلى الدرس من قبل المعلم أو المعلمة بكل تركيز تتابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص حتى تحصل على الفائدة كاملة يا بطن فوائد ممارسة النشاط الرياضي تأكد أنه رح يرفع مستوى لياقتك القلبية التنفسية رح يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك بإذن الله من عدة أمراض كأمراض السمنة والسكري من الدرجة الثانية وبعض أمراض القلب كفانا الله وإياكم شرها ويجعلك قادر على المرسة جميع شرطك خصوصا الرياضية منها يا أبطال رسالة إلى أولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم وبما أننا نتكلمنا عن أهمية مرس الرياضة أول تمريم معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان أول شيء لازم نتأكد أننا واقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي حتى نؤدي التمرين جاهزيني أبطال؟ مع بعض تمريين جمع ابتدي واحد نين هلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة يأتيكم العافية أبطال التمرين الثاني أبطال ثاني جدا نحيتي يسار أربع عدات ونحيتي اليمين أربع عدات جاهزيني أبطال مع بعض تمريين جمع ابتدي يسار نين ثلاثة ربع عمين نين ثلاثة ربع عسار نين ثلاثة ربع عمين نين ثلاثة ربع عسار نين ثلاثة ربع عمين نين ثلاثة ربع عسار نين ثلاثة ربع آخر مرة جماعة قف يعطيكم العافية يا أبطال لنتقل التمرين الثالث تمرين سكوات تكون القدمين مفتوحة باتساع كتفين أو وسع قليلا أريدين أما مقدمة الجسم لحظة التوازن والنظر للأمام يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال ننتقل لتمرين الإطالات أول تمرين للعضلة الخلفية للفخر حتى تشعر بالعضلة بشكل جيد نبدأ بقدم واحدة نبدأ بالقدم اليمين نبدأ بهذا الشكل أبطال ما نحاول أن أثنين ركبة تكون ممدودة بشكل كامل وثنين جدعوا محاولة الوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له بشرط أن لا تثنين ركبتين يا بطل جاهزين نبدأ مع بعض بالقدم اليمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أعطيكم العافية أبطال آخر تمرين معنا للعضلة الأمامية للفخر من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى والقدم اليسار باليد اليسرى اليد الحرة تتكى على جداره وعلى الجسم ثابت حتى لا تفقد التوازن جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر أعطيكم العافية أبطال كده نكون تهين من أداء التمرين الرياضية تذكر أهمية الإحماء دائما يا أبطال تكمن في أنه اليوم مثلا درسنا في كرة القدم نشوف لعبي كرة القدم اللي يمتلكون معدل لياقة جدا عالي ونشوفهم التزمين بيوت السلوكيات الصحيحة النوم المبكر الغذاء الجيد رغم ذلك يا أبطال أثناء أداء المباريات يجري اللاعب حركات الإحماء حتى يهيئ العضلة من خمولها يا أبطال إلى التدرج بها حتى الوصول إلى مجهود بدني مرتفع الشدة يجب عليك أن لا تبدأ المجهود البدني مرتفع الشدة إلا بإجراء تمارين الإحماء يا أبطال حتى تتجنب الإصابات خلونا نشوف درسنا بهذا اليوم نتحكم في كرة القدم أثناء اللعب لازم نعرف أولا بكرة القدم أكيد كلكم تعرفونها وتحبونها وتمارسونها وأكيد تشجعون أيضا بها يا أبطال لكن نصنفها لعبة جماعية تلعب بالقدمين بين فريقين عدد لاعبي كل فريق 11 لاعبا منهم حارس مرمى و10 لاعبين أكيد أن الالتزام بالقانون يا أبطال يكون في المباريات الرسمية لكن في المدرسة إذا كان مثلا عددنا 10 طلاب راح نلعب 5 ضد 5 لكن نلتزم بالقوانين مثل عدم اللعب اليد يا أبطال إلا لحارس المرمى وأيضا الالتزام بالقوانين الأخرى فالالتزام بالقانون يضمن لك أن تلعب لعبا جيدا يا أبطال وأكيد راح تستمتع أكثر في اللعب يا بطال أشكال التحكم بالكرة يوجد في كرة القدم عدة أنواع للتحكم في الكرة راح نذكر بعضا منها يا أبطال خذنا في درس سابق كتم الكرة بوجه القدم الخارجي كتم الكرة ببطن قدم كتم الكرة أيضا بأسفل قدم الجري بالكرة بوجه القدم الأمامي الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي والجري المتعرج بالكرة فأشكال التحكم بالكرة يا أبطال سواء استلامها أو الجري فيها كلها تصنف من أشكال التحكم في كرة القدم أثناء اللعب يا أبطال كتم الكرة بباطن قدم هي عبارة عن مهارة يتم فيها استخدام الأرض مع القدم وفيما يلي شرح لأهم خطوات أداء المهارة بشكل جيد أولا يا أبطال تكون بباطن قدم أي أسفل قدم وتكون باستلام الكرة اللي قادمة سواء بشكل متعرج أو بشكل مستقيم حتى أسيطر لها حتى لا يقطعها اللاعب المنافسي أبطال هذا ببساطة المقصود بكتم الكرة بباطن قدم أو استلام الكرة بباطن القدم خطواتها الفنية تشير قدم الارتكاز لاتجاه الكرة أولا لازم نعرف قدم الارتكاز هنا اللاعب يرتكز على قدمه يا أبطال اليسار معناته أنه نشوف هنا تشير للأمام يا أبطال تشير للأمام اللي هو اتجاه الكرة يفترض أن تشير له اتجاه القدم يا أبطال ثاني رجل الارتكاز قليلا بحيث تسحب مركز تقل الجسم ليكون عليها يا أبطال بالشكل هذا يا أبطال راح أقف أنا ألعب باليمين معناته قدم الارتكاز رح تكون اليسار والعكس إذا كنت ألعب اليسار قدم الارتكاز رح تكون يمين ثاني خفيف في ركبة القدم اليسار لأني رأينا رح ألعب باليمين أكيد رح أنقل ثقل جسم كامل عليها و رح تشير قدم الارتكاز إلى الأمام هذه أول خطوات الوقوف الصحيح يضمن أداء المهارة بشكل صحيح تحريك القدم المؤدي المهارة للخارج مع ثاني ركبة القدم المؤدي بالشكل هذا يا أبطال تثني الركبة وتعود القدم يا أبطال للخلف أو للخارج رفع القدم المؤدي المهارة لأعلى لتصنع فراغا بينه وبين الأرض بحجم الكرة تقريبا نشوف هنا كيف النموذج يرفع القدم تقريبا يكون حتى تسيطر على الكرة على الأرض يا أبطال حتى يضمن استلامها بشكل صحيح مع ثاني الجذع للأمام قليلا يا أبطال نحن نشوف هنا ثاني خفيف للجذع عند استلام الكرة بمجرد لمس القدم للكرة أثناء ارتدادهم الأرض ترفع القدم قليلا لأعلى الامتصاص هذا الارتداد نرفع القدم بشكل بسيط أبطال حتى نضمن امتصاص الكرة حتى لا تصطدم بالقدم وتعود وترتد من قدميك أبطال وتستلمها بشكل خاطئ ويستلمها اللاعب المنافس اللي أكيد لن يجعلك تأخذ راحتك يا أبطال أثناء استلام الكرة فيجب عليك الالتزام بالخطوات الفنية مثل ما ذكرناها حتى تضمن استلام الكرة بشكل صحيح نشوف هنا نموذج لأداء المهارة دائما يفترض أن نبدأ دائما بشكل بسيط فهنا الأستاذ قرب اللاعبين لبعضهم تمريرة جدا بسيطة حتى يتم استلام الكرة بشكل جيد نشوف كيف قدم الانتكاز تشير للأمام وثق الجسم أكيد سيكون عليها مع رفع القدم المؤدي للمهارة الأبطال حتى تسمع فراغا بين الكرة والأرض حتى تستطيع السيطرة على الكرة القادمة إليك بعد ذلك يزيد الأستاذ من صحوبة المهارة بإرسال الكرة بتنطيطها بشكل متعرجي أبطال حتى تصل إلى الطالب ومن ثم يسيطر عليها بباطن القدم نشوف هنا زاوية أقرب أبطال وأكيد بعد ذلك يستطيع إبعاد اللاعبين عن بعضهم إرسال كرات سريعة جدا إدخال لاعب منافس يكون غير فعال بعد ذلك إدخال لاعب منافس فعال بعد ذلك محاولة إدخال المهارة من حيث استخدامها في المباريات الرسمية أبطال أخطأ شيء عدم مراعاة عوام الأمن والسلامة في أي مهارة حتى لو كانت من مهارات كرة القدم يجب عليك أن ترعي عوام الأمن والسلامة وأن تؤديها في مكان آمن وسليم عدم التدرج في أداء المهارة رح يضمن أكيد أنك لن تؤدي المهارة بشكل جيد حتى تضمن أداء المهارة بشكل جيد يجب عليك أيضا تطبيق الخطوات الفنية كاملة يا أبطال يفترض أنك تؤديها كاملة يا بطل مراجعة لدرسنا لهذا اليوم السؤال الأول عند رفع القدم من مؤدي المهارة يكون جذع مائلا للخلف إحنا قلنا يكون جذع مائلا إيش يا أبطال إحسنتم إجابة خاطئة يكون مائلا قليلا للأمام وليس للخلف السؤال الثاني الفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة بباطن قدم أم بوجه القدم الخارجي إحنا شايفين استلام الكرة بباطن قدم لأن وجه القدم الخارجي أبطال هو الجانبي أبطال وليس أسفل القدم فأكيد الفيديو المرفق هو لمهارة كتم الكرة بباطن قدم في كرة القدم يا أبطال في الختام أبطال أتمنى أنكم تكون استفدتم وستمتعتم معنا في ترسلنا هذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائع في أمان الله